اهلا وسهلا للميمات اهلا وسهلا صحابتي الزوينات كديرين لابس عليكم اشكا تعودوا امركم زيانا اتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير تكونوا ناشطين وفرحانين بولداتكم بولديكم ومعز عليكم تكونوا ان شاء الله مناقصكم تخير والله يعطي لكل وحدة فينا ما كتمنوا يفتح علينا وعليكم ببال الخير قلوا امين كاملين البنات موم فيديو جديد ونهار جديد موم نشارك معكم تاني اليوم اه يعني فطور ديالي المتوادع البسيط موم دائما كنحاول انا نشارك معكم فهاد سيدنا رمضان فطور ديالي البسيط الافكار اللي كان ديرها كف المائدة ديالي وصافي موم هنا البنات كان عندي وحد جطروا ديال الحليب ديال البقارة البنات كانوا عندي هكا في الكنجيلاتور وكنت خيبقى معمرين عياكا الكنجيلاتور اللهم انج بدو منذير بيهم هكا الجبن كما اشتو هنا البنات راني خويت يعني درت الحليب وخويت عليه شوية الخل والملح وخليتها طلعات في هكا الغليو كما تشوف هنا رصافي راني تقطع صافي كما تشوفه يعني تكلل وصافي وانديرو هنا في هاد درتفة الشبيكة يتصفم زيان البنات ما يبقاش في هكا يعني مقاش في ذكا ذكا الحليب وعادة سنقلبوا كفش طبي صيل موم هنا يا كريم غنوريكم كيفاش صافي هنا يا البنات رات تقطع ليم زيان ودرتو هنا في هاد ديال وصافي هاتش اللي كان مهم تبعوا معي الفيديو تلاخر و لو وصلتوا له هنا ما تنسوش واحد لايك وكملوا معي الفيديو وهنا البنات غنصيبك كوحدة حليا البنات موم عدي نصطر الحليب غندير هنا يجوج معالقة الكريم باتي سيرب وغنضيف هنا يا البنات هكا السكار موم هنا تقريبا عن دير واحد ثلاثة المعالقة كدي السكار ومن الحلاوة تبقى على حاسة بيعني الدوق ديال كل واحد سوف هنا غنخلطهم زيان البنات وغنضهم هكا فوق البوطة بشي عقد لي شوية خالط البنات وضروري نبقى هكا نحرك تحس بها كبدة كيتقال البنات كما كتشوفه هنا يراتقال لي البنات وهنا يغنضيف عليه وحد دانون ديال فاني الصراحة يجي الماداق دياله رائع التحليه تجي رائعة يعني وسهل البنات ماشي شي حاجه ونصف هنا يغنخلهم هكا في الكويسات وغنخليهم يبردو يعني ياخذوا درجة حرارة المطبخ ندخلهم هكا ندخلهم هكا التلاجه مهم المصمار ديال تحليه البنات احنا طرقناه واندوزوا ان شاء الله ندخلهم هكا ندخلهم هكا ونشاركهم معكم حتى هم واعرين ونسبة لعجين البنات عندي خمسة كيسين ديال فورس يعني تقريبا مايو عادل نصف كيلو عندي هنا يدرت البنات وحد المعلقة ديال الساندة نضيف الملحة ونضيف البنات 1-4 جرام ديال الخميرة ديال الحلوة يعني باكين نضيف النصف ديالها كيفما اضفت ونضيف الزيت هنا اضفت واحد جوج معلقات كيفما تشوفوا ديال الزيت ناباتي الزيت باش كان طيبه ونضيف البنات حتى تجيبوا المسمن كديبه رائع وهنا سوف نضيف العجين مما البنات مما تشوفوا سوف نضيف العجين مما هنا لكن عندكم الوقت سيبوا العجينها في الصباح ومتلكوها سوف يجمعوها مزيان يعني ينسيج مع العناصر كنتو هكا زربانين ضروري نجح معكم نجح معكم هذا الفاطائر او المسيم بناترا سوف يتخرج رائعين بالفرماج روعة روعة نقلت لقناة تركيا مهم و دخلنا اللمسة المغربية سوف نقلت لكم وعرين البنات سوف ندهن كبس زيت سوف ندهن و نساء و نقلت بخير يجب أن تسهل بحق أننا مجردنا اجتنا اجتنا بخير أنا اتطلب بخير نقلت بخير و و نقلت بخير و أقرب الأن من قلت بخير الناس لن نتعلم والنبياء سوف تتبعون معي المفيد سوف نقسمها على ربعات الكورة سوف نقوم بقلب وحدة سوف نقوم بقلب وحدة سوف نقوم بقلب وحدة نقوم بقلب وقتل سوف نقوم بقلب وقتل أعجينة سوف نقوم بقلب وقتل نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة الزبدة ستزبق على الجو اليوم ستزبق على الجو اليوم سخون زبدة نطلق العجينة نساعد لفرص و نطلق العجينة سهولة كما تشاهدون سوف نطلق على شكل مربع كما تشاهدون و لا نورقوها لكي لا يوجد عجينة كار موقع لكي يبقوا هذه الطريقة بيننا سوف نقوم بإمكانكم بإمكانكم لكي لا تباركو لكم عارفة سوف نقوم بإمكانكم بإمكانكم لكي تسهل عليها سوف نقوم بإمكانكم بإمكانكم لا تخافوا أن يقوم بإمكانكم و لا تقوم بإمكانكم كما أخبركم بإمكانكم و كما نقول لكم دائما أتبارك الله عليكم حادقة و قادة و عارفة هنا لدي الفرماج للساندويش سوف نضيفهم لفوق العجينة اتبارك الله بالنسبة لكي كنا 12 قطعة قادة و سوف نضيفها سوف نقطع الضعثرة بإمكانكم لنستعن بشوية الفورس لن تلسق لكم العجين يجب أن تستعن بها كما تشاهده سوف يغلوها على ممكن سرحها كجنب كما تشاهده وغلوها على الدليك سوف نضع اللاطة سوف نضعها فوق الفرماج سوف نضعها على الفرماج ممكن نحاول أن نقطعها سوف نقطعها سوف نقطعها سوف نقطعها جواني سوف نقطع المجرد مربع نقطع الجواني سوف نقطع مربع مربع نقيم اضع لفرمج نقص على البطاق و نقص على البطاق و نقص على البطاق و نقص على خاطر و خاطر ندخلها كالفران نضيف سكنجبير نضيف سكنجبير نضيف خرق ومعرق نضيف البزار نضيف شرمول اضيف نضيف المفرق نضيف السعطر نضيف الزيت للبناس ونخلط شرمولة ممادية شرمولة للبناس ونضيف الملحة نضيف الملحة نضيف السلطة ونضيف الملحة اضعي ثلاثة 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 نضيع ثلاثة 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 سوف نضغط البزار سوف نضغط الملحم سوف نضغط زيتون سوف نضغط الحامض سوف نضغط طبيلة سوف نضغط طبيلة سوف نضغط الملحم سوف نضغط الطبيلة موامراني تبعت معاكم يعني ذاك الشي اللي ترت في الكوزينة تبعت معاكم خطوة بخطوة البنات ذاك الشي اللي كنديرو كنصورو معاكم خطوة بخطوة وهذه هي الطبيلة ديالية البنات مهم هنا كما كتشوفوا بالنسبة هكا الجبن موامدرت عليه شوية يعني زيت زيتون شوية الزعتر مهم داكتر في البنات راولي زيينت بي يعني المسيم منات ديالنا قطع تلك طريف زيينت بالمسيم منات ديالنا تقد شوفوهم مهم صارح الجبن توجي رائع البنات ديرو بزف الحوايج تاكلو غيها كاك يعني مولا يمكن لكم تعمروا بيك المسيم منات ديرو بزف ديال مواصفات أمم هنا كما كتشوفوا المسيم منات ديالنا او الفطائر صارحك يجوا رائعين مهم زيينتهم هنا بشوية الجبان والزيتون وحت طريف ديال ما طيشاو وشوية المعدنوز ومهكا بشتعو حد الجمالية هكا على المسيم منات ديالنا او بالنسبة لهكا الميرلا تاية صارحك جات تاية طعبة البنات جات رائع بديك الشرمولة وهدية طبيلة ديالنا البنات نتمنى انها تنهي الإعجاب ديالكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة